شارك وزير العدل القضي بدر العارضة في افتتاح أعمال المؤتمر العدلي الدولي المنعقد في العاصمة السعودية الرياف تحت شعار ليسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية وبمشاركة عدد من الوزراء ونخبة من المختصين والقانونيين من مختلف أنحاء العالم ويناقش المؤتمر مستقبل التقنيات القضائية والتحول الرقمي في المجال العدلي وآفاق استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل القضائي ومستقبل التعاون الدولي في المجال العدلي والتجارب الدولية في التعاون العدلي ومشاريع الاتفاقيات النموذجية للتعاون القضائي بين الدول ويشتمل أعمال المؤتمر على 15 قلسة نقاش وورشة عمل ومعرض التقنيات العدلية وفعاليات مصاحبة تمكن المشاركين من مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول العدالة وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية وأكد الوزير العارض حرص وزارة العدل اليمنية على بناء شراكات دولية بهدف نقل التجارب وتبادل الخبرات لتطوير القطاع القضائي اليمني ومؤكبة المتغيرات المتسارعة في العالم فيما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية